اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومنتخبها الوطني الاول نجم بارز يرفض تمثيل فرنسا ويختار المغرب ترك المهاجم المغربي الشاب يانس بقراوي منتخب فرنسا وانضم لمنتخب المغرب الاولمبية في معسكر تدريب استعداد للمشاركة في بطولة ودية رباعية ويلعب بقراوي حاليا لفارق بوضي من اندية الليكدو في فرنسا على سبيل الاعراء يذكر ان بقراوي سبق له ان مثل المنتخب الفرنسي لفئتي اقل من 17 و18 عاما ويأمل المنتخب الاولمبي المغربي في استغلال مهارة بقراوي في بطولة الامم الافراقية للشباب التي ستقام في مريطانيا في 2023 ويتطلع الجماهير المغربية الى رؤية ما يمكن ان يقدمه اللاعب للمنتخب المغربي وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة وليد رقراوي يجب ان نقاتل لتنظيم المونديال قال وليد رقراوي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ان تنظيم كأس العالم 2003 في المغرب يعد نقطة جد ايجابية بالنسبة للمغرب وله هو كمغربي وكمدرب واضف رقراوي على هامش حضوره لكونغريس الفيفال في العاصمة الرواندية كيغالية يجب ان نقاتل لكي يتم قبول ملف الترشيح لتنظيم كأس العالم لانني اعتقد ان المغرب واسبانيا والبرتغال الافضل لاستضافة المونديال في نسخة 2030 مع جماهيرنا خصوصا من جاة اخرى قال وليد رقراوي انه امر جيد ان تقدم افريقيا للملك محمد السادس جائد التمييز اعترافا بالمجهودات التي يقدمها لكرة القدم في القارة ولانه يستحق نظر لرؤيته في المغرب وافريقيا وخصوصا بتواجد اكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي كانت خطوة ناجحة ويستعد رقراوي لقيادة المعسكر الاعداد للمنتخب الوطني انطلاقا من العشرين من مارس الجارية في مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة والذي ستتخلله خوض مباراة وديتين واكد الناخب الوطني ان كل مكونات المنتخب عزمتنا على الظهور بمستوى قوي في المباراة المقبلتين ضد البرازيل والبيرو من اجل التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة واسعادي المغربة وقال رقراوي فرحنا المغربة وبغينا نفرحهم كثرة وتابع هذه المجموعة اللي وصلتنا لسف النهائي المونديال وفرحات المغربة سنحافظ عليها وخاكينا بعض التغيرات بسبب الاصابات وعندنا عدة لاعبين في السل الأولمبية وهذه فرصة بالنسبة للإعداد المستقبل وتحضيرهم لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة نجم برشالون الصاعد فخور باستدعائه إلى المنتخب المغربي أعرب شهد رياض النجم الصاعد لفريق برشالون الإسباني عن فخري الشديد بحامل قمس منتخب المغرب الأول بعد موجه إليه وليد القراغي أول دعوة رسمية للمشاركة في المعسكر المقبل لأسود الأطلس ويلعب المنتخب المغربي مبارتين وديتين أمام البرازيل بمدينة طنجا يوم الخمس والعشرين من مارس والبيرو يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاتي على ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو أول ظهور له بعد الإنجاز غير المسبوق في موندي القطر بالوصول إلى الدور النصف النهائي وفي مقابلة مع حساب برشالون على موقع تويتر تحدث شادرياد عن سعادته بالوجود ضمن كتبة المنتخب المغربي وقال أشعر بالفخر والإعتزاز إنه شيء كنت أحلم به منذ طفولتي وسعيد جدا بالثقة التي وضعها في المدرب تنتبني رغبة كبيرة في تمثيل بلد والدي وتبعد تسعة عشر عاما بالقول أمثل المغرب منذ سنوات في فئات الشباب وأشعر بانتماء إليه منذ كنت صغيرا لقد كانت بداية معامو انتخب تحت الخمسة عشر سنة الذي فز معه بدهبية الألعاب الإفريقية ومنذ ذلك الوقت أنا أعمل بجد وأرتقي بين الفئات وأشر لعب برشالون إلى أن المغرب تطور كثيرا في مجال كرة القدم وأصبح حديث العالم خاصة عقب بلوغ نصف نهائي مونديال 2022 وتابع لقد عشت المونديال بشغف كبير وتابعت مباراية المغرب برفقة أفراد عائلتي شاءت الأقدر أن يتوقف المصارف نصف نهائي لكنني فخر جدا بمنتخب بلدي وحول المباراة الودي أمام المنتخب البرازيلي علق بالقول البرازيل منتخب قوي للغاية ويزخر بلعب كبار هجوميا ودفاعيا لهذا تنتظرنا مباراة صعبة للغاية وسنسعى للفوز بها وفي الأخير تحدث شادرياد عن وجوده في فارق كبير بحجم برشالونة والذي شرك معه هذا الموسم في مباراة واحدة بديلا بالدور الإسباني مضفا برشالونة فارق كبير وأنا من القلائل الذين أحدوا بارتداء قمسها يحلم العديد من المغرب بالمجيء إلى هنا واللعب لبرشالونة أنا ممتن كثيرا لوجودي هنا بونو كنت أحلم بالسير على خطى الزاكي قال ياسم بونو حارس مرمى نادي إشبيلي الإسباني والمنتخب الوطني المغربي إنه كان يحلم بالسير على خطى النجم الأصود السابق بادو الزاكي وخلال مقابلة مطولة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في فا لم يخفي بونو إعجابه الشديد بما قدمه الزاكي حارس للمنتخب المغربي ومحترفا بأوروبا وكشف المتحدث ذاته أن اللاعب للمنتخب المغربي كان ضمن أبرز طموحاته منذ احترافه كرة القدم وهو ما تأتى له بعدها وكان لبونو حديث عن الإنجاز الذي شارك فيه بوصول الأصود لنصف نهائي كأس العالم بقطر مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه المدرب لتوجيه المجموعة وأيضا لموهبة اللاعبين الذين قدموا كل شيء وبالرغم من ضيق الوقت موند تولي ولدر جراغي قيادة المنتخب وموعد المونديال إلا أنه استطاع حسب بونو منح اللاعبين دفعة خاصة وتوجيههم للبحث عن الفوز بالبطولة العالمية اشتركوا في القناة